اسلام عليكم طلابي طلاب الرابع دادي اليوم ادنا ثالث فيديو جزء الثالث من شرح الادب ملازمنا جديدة 2025 يعني انا شرحت لك بالجزء الاول حياة روبرت لويس سترنسا اللي هي حياة الكاتب واخذنا بداية عن القصة ورجعنا شرحنا بالجزء الثاني شرحنا سكشن وان واليوم ادنا ان شاء الله هنا وصلنا اخر مرحلة واليوم ادنا سكشن 2 نبدي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا وصلنا الى نقطة انه سكشن 1 انتهى اتلك هنا اخر شي قلت لكم هالكلمات مهمة غرب هنا انا قال قلت لازم تسكت نذكر بس انه هنا تحاوروا سكوير ترلوني وطبعا جيم هاوكنز وياهم ودكتور لايفزي كانوا يتناقشون وارفوا انه جزيرات الكنز موجودة وانه الغني جدا السكوير ترلوني قرر انه يحضر السفينة ويحضر الطاقم وينطلقون كلهم لكن اهنانا دكتور لايفزيش قاله قاله اكو بس شخص واحد اني اخاف منه فقال له منو قال له يو انت فجاوبه قال لي اش اني قال لي انت ما تسكت اذا رح تحتي هم هوايا المراقبين ويعرفون موضوع الكنز فاحتمال انكونا بخطر فقال له صاح لازم اكون صامت وساكت مثل ما قلنا سكوير يعني شخص ذو مكانة مرموقة اللي يملك اراضي وطبعا هاي يفضل تحفظوها لان اكو مدارس يجيبوها يعني اكو مدارس يجيبوها توصيل اكو مدارس يطلبوها ام لا اما بالنسبة لستوكايد استوكايد معناها هي تجيب معناها عدة معاني من ضمنها حصن الحصن يعني فالبناء قوي دعامات خشبية قوية صعوب اختراقه يختبعون بي ويكون موقع دفاعي انه انا ادافع عن نفسي انه اكون بامان اللي هو بارير ميد فرام ودن بوس يعني اللي هو الحصن المصنوع من دعامات خشبية مكان متين يعني هنا انا غدا انتهينا منا اجينا اليوم على درسنا وصلنا هنا قلت لكم نلتقي بدرس القادم وهسا اجد درس القادم منو ذوله صدق منو ذوله اكيد هذا تعرفو جيم الحوكينز هذا الظريف من هو هذا شو هذا فد منو ذلك شعر طويلة كدومة وصخة لا هو انسان ولا حيوان طريقة قاعدة ما تفعل شي غريب هنعرف اليوم هذا منو ركزوا ايايا طبعا انا هنا فاتحة نسخة الكتاب خلي ببالك بعد شوية ارجع الملزمة الموجود بالكتاب بالانجليش موجود بالملزمة عربي يعني احنا هذا الجزء الصغير ننطيه انجليزي وعربي بالملزمة بس الجزء الشبير الاساسي موجود بالكتاب انجليش بس موجود بالملزمة بالعربي ترجمة فرح نبدي هنانا شي يقول طبعا هذا الشخص الغريب الشكل اكزوا يا يريد نكتشف يلا باختصار ليوصلك للمشهد التالي يعني اختصار لك بعض الاشياء لانها رواية طويلة وده يوصلك للمشهد التالي جيم هاو كنز دوكتور لايفزي وش بيهم جون ترلوني ست سيل تو فاين تراجر اذا نظموا وخلاص رحلة على مودي يجدون التراجر آيلان جزيرة الكنز والذي don't know الشي ليهما ما يعرفوا is that part of the crew جزء من الطاقم مالتهم including ومن ضمنهم منو الوان لغ لونج جون سيلفر جون سيلفر هو واحد من الطاقم اللي هو بالحقيقة قرصان وقرصان منه هذا كان المساعد مالكابتن فلينت مو اي واحد ويعرف بالقصة واصلا جايوا اياهم لان مخطط يستولع السفينة الهيسبانيولا وكذلك ياخذ الكنز وبالنتيجة اسحل منها مغكوا يكتلهم ويشمرهم فهاي اللي بباله هم ما كانوا يدروني بهذا الشي حينطلقونه اياه اصلا فات صداقة غريبة تصير بين جون سيلفر اللي هو الوان لغد من الرجل اللي يسحق واحدة هذا اللي يرجل اخي شب اللي قال لهم بالحقيقة اني بطل وبالحرب انصابت وراحت رجلي بينه وبين البوي اللي هو جيم هاوكينز الفتى الشاب الصغير كوش راح يتعلق به وتخيلوش قد صدمت راح تكون كبيرة من يكتشف انه اصلا هذا قرصان وانه اصلا طالعوا اياهم بمخطط مسبق ماكو شي اجابة ذوي يعني فهنانا جون سيلفر worked for the famous pirate captain flint اذن وشان يشتغل عيد captain flint القرصان المشهور and our planning وهم اساسا planning طلاب باعوا كلمة plan يخطط بال-ing ضعف الان planning تتاك تم قررين اصلا تاكوبر the ship يستولون السفينة when they finally find the island من يجدون الجزيرة جيم discovers their plan شلون جيم هذا الصغير هو اللي يكتشف خطتهم شلون سمعهم وش وقت بعد فوات الاوان لو يلاحق على نفسه جيم discovers their plan and follows them لحقهم للجزيرة to the island to stop it لحقهم للجزيرة يريد يوقفهم يريد يحاول اي شي يمنع هاي الجريمة طبعا هو المشهد بدايته بالفيلم الاصلي او بالكتاب الاصلي ان هما على السفينة كان اكو عدم استلطاف بين الطاقم اللي هما البحارة واللي من ضمنهم الطباخ اللي هو سيلفر وبين الكابتن اللي قائد مالة السفينة ان قائد السفينة كان شخص موثوق به فذول الاشخاص كان هوا ما مرتاح لهم يحس ان هما بينا تم ناس تتبع اوامر ناس بس ما يريدون يتبعون اوامره فالمهم مضوا الى ان اقتربوا من الجزيرة ووصلوا قريب ما يوصلوا للجزيرة هما داي تناقشون بالليل بينتهم فريق القراصن القديمين اللي واحد يعرف الله داي تناقشون بينتهم جيم هاو كنز سمعهم سمعهم من مكان كان قريب منهم بس هما ما شافوا اكتشف خطتهم اش اسوي اش راح يسوي اكتشف الصدمة اللي هو بيها همينا الشخص الصادقة ووثق بي اللي هو جون سيلفر اللي ذو الساق الواحدة هو طلع قرصان ومجرم ونفس الوقت يعني شون اللي حق النفسي شون يعيش هذول راح يكتلون هياخذون الكنز وكوش ما راح نستفاد من جيتنا احنا ترسوا السفينة ينزلون قروب القراصنة على اساس هم بحار اعتيادين طلعوا دايستطلعون الجزيرة فمن بعد ينزلون بزوارق هما وياهم جمه وكنز نزل وياهم على اساس عادي دايستطلعوا وياهم لان هو الشاب اللي هو يعني مندفع وكذا فطلعوا وياهم للجزيرة بس والحقيقة كان عارف سرهم وكان دايريدي يسوي اي حل نزلوا للجزيرة وداييركض ابتعد 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 وهنا طبعا دايقولك اقرأ النص هذا وبعد ينجاوب تمانين كتاب احنا هم راح نقرأ النص ونجاوب تمانين الكتاب من داييتحرك ودايبتعد هنان جيم هاوكنز كان داييركض ومكان ما دايريدي باوعهم وين راح يرحون يسوون سمع صوت احجار ودع من التلة فمدراسة لقفت شي لهو انسان ولا هو حيوان هذا اللي هو بانغان بانغان هذا بالحقيقة هو كان هو انسان يعني مو كان انسان هو انسان بالحقيقة بس مهجور او شنقول منفي منفي بهاي الجزيرة صالت لها سنوات شلون شنو خصته حنقرأ هسه باوع هذا قلنا فهنان الحدث ركز ويايا قلمك بيدك هتحب تثبت اي ترجمة هنا طبعا هو الراوي مع القصة منه وجم هاوكينز الولد الصغير فده يحجينا القصة قال I hear the stones moving down the hill سمعت صخور moving down تتحرك الى الاسفل down the hill من التلة and looked up مشي لتراسي بوعد I saw something شفت فت شي جم behind a tree يقفز من خلف الشجرة شن هذا قرد was it was it an animal هل هو حيوان was it a man خاف انسان اني خايف ماد يعرف اتصرف بس اردبا I began to walk sorry I began to walk away بديت شا سوي امشي بس دا ابتعد عنه walk away بها الطريقة ok slowly ببطو I was feeling nervous جنت اشعر انه انا متوتر and afraid خايف بنفس الوقت I saw the animal or man انا ماد يعرف هذا شنو the animal or man هل هو رجل هل هو حيوان it was moving through the forest دا يتحرك بالغابة through خلال الغابة then it moved faster تحرك اسرع so it was in front of me in front of me يعني صار قدامي يش صار بي هنا خلي نشوف it was a man هذا رجل a wild man wild يعني شون متوحش شون من البرية تجي زين عباك متوحش يعني ما بيتحضر انساني with dirty old clothes and very long hair شون وصفة wild man رجل شكله متوحش with dirty old clothes ملابس قديمة وسخة and very long hair وشعر طويل كلش طويل the man run طبعا هاي ماضي run يركض the man run towards me ركض علي هاني من يمي خفت ولكم then fell to the ground ركض ركض علي بس وقع بلقع اي استحبت وقفت 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 سألته شكت له هذا المان ال wild man who are you i asked سألته منو انت قال بنغان ممكن قلت بلقان قبل شوية بنغان اني بنغان he answered جاوب i'm poor بنغان اني بنغان الفقير and i haven't spoken to anyone for three years صالت لث سنوات لحد اليوم اني ما حات ويا اي انسان اي شخص his face was dark والتشبي مؤتم dark dark يعني شنو ما قل لك اسود بس من هذول المحروقين من الشمس لونهم يصير سواد على حمار شون الزنوج maroned ماروني ترى ترى كلمة مارون مارون واحد هو اللون الماروني بس مارون يعني هجرة نفية بالضبط تركوب مكان المهم his face was dark اسود ماروني معتم لونه يعني اسمر كلش burnt by the sun محروق بالشمس his mouth was nearly black وحلقة لونه تقريبا اسود but his eyes لكن عيونه were bright blue تبرق زرق يعني يعني يتلمع زين بعد بي عيون سبحان الله انسان يكبر تبقى عيونه بس لمعة مع العيون من يموت تطفى his clothes ملابس wear old ship sales and the skin from wild goats شنو يعني الships الملابس مارت مصنوعة من old ship sales بالسفن القديمة اللي تغرق وتوقع او مثلا مكان اثر سفينة بها شراع فهو شراع سفينة and then sales ليه الشراع and skin وجلد من wild الماعز البري من قلة اني مصاري ثلاثين محط واحد فاتجاوب جمه وكينز قلة three years less than a what did your ship go under the water in a storm هل سفينتك غرقت in a storm في عاصفة صارت عاصفة وغرقت سفينتك قلة no friend لا لا friend يعني صديق يا صديق لا لا لعد ليش marooned شنو marooned يعني نفيت marooned تركته هنا بالقوة they marooned me هجروني هنا تركوني they left me here and sailed away تركوني هنا وراحوا أبحروا بعيدا i have been alone these three years أنا وحيدة هنا صارت لس سنوات with no food ما تركولي أصلا ضعام أنا أصيت سمك no food but fish بس السمك and some fruit يجوز أكوفة شيء ثمار على الأشجار have you got any English food have you got any English food ما عندك أي أكل جايبة وياك إنجليزي مو جاي من يعني يعني شو هي بريستل كانت هي إنجليش طبعا ستي زي فيقول لي ما عندك أكل إنجليزي وياك ما جايب أكل وياك مشتاق للأكل dream about cheese every night يوم يا باليال أحلم لو قطعة جبن صغيرة تيكو شون الإنسان ما يعرف إن قادر النأمة إلا تروح there's cheese on board my ship I said قلت لأكو جبن بالسفينة مالتي على سطح السفينة موجود بالسفينة شنو سطح السفينة what's your name مايت مايت هناك إنما يا رفيق يا رفيقي هي آس سألني قال لي what's your name جاوبت قلت لجيم هاوكنز اسمي جيم هاوكنز I told him you are a lucky lad لاد هنا جايي يعني young boy انت محظوظ يا ولد جيم you are a lucky lad you are a lucky boy ليش you found me وجدتني وأنا غني you found me and I'm rich أنا غني ش تفسروها لاقي الكنز موجود الكنز بمكانه ش رح يصير فاتحدث يجنل المهم قال لي I'm rich I'll make you rich أو أصن رح أسوي غني مثلي he stopped سكت but تعال جاوبني but tell me أخبرني about the ship السفينة اللي أنت جيت بيها and tell me true احتي لي الصدق الحقيقة true الحقيقة tell me أخبرني بالحقيقة is that Captain Flint's ship هل هي سفينة Captain Flint يلا it's not a Flint's ship لا مو Captain Flint and the Flint is dead أصلا Flint ميت هسا but I will tell you truth بس آني أقول لك الصدق الحقيقة there are some of Flint's men on that ship أكو بعض من رجال Flint بالسفينة been looked frightened سمع أنه أكو من رجال Flint بالسفينة frightened شعور بالخوف خاف not a man with one leg لتقول لي أبو الرجلي الواحدة اللي وجوان سيلفر لتقول لي هذا he asked yes هو long جوان سيلفر I said جاوبت إي هو موجود did long جوان سيلفر دزك لعد long جوان سيلفر هو الدزك علي هذا دي يسأل how can they يقول هو الدزك علي فhow can زجاب كمان كما قال did long جوان سيلفر he asked هذا شسمع بون because if long جوان finds ما عفو إذا لقاني جوان سيلفر I'm dead I'm a dead man رح أكون رجل ميت ذاقيني رأسا يقتلني so I told him the story of our journey من قال لي إيج عرفت إنه هذا عدو إلي فخبرت بالقصة so I told him the story of our journey حتشيت لقصتنا سفرتنا شلون طلعنا من ويانا حتش على كل شي زي how can طبعا دا أتكلم البنغان will your secure take me home ورا ما سمع القصة سأله قال له secure هذا الغني مالتكم اللي جابكم take me home يرجعني للبيت he asked قال لا حسب ما عرفه I know he will إيه يرجعك للبيت بنغان told me his story حتش علي قصت بنغان شنو قصت I was on a flint ship أنشرت في سفينة كابتن فلينت يعني طلع هو هم واحد منهم من جماعة القراصنة اللي هما ويا كابتن فلينت he said we landed here يعني رسيا نفد يوم هنا على هاي الجزيرة وياهم فلينت طبعا and flint went to the island ودخل فلينت للجزيرة with six men ويا ستة من رجال الأقوياء طبعا and that treasure والكنز شايدين الكنز وهم ستة فلينت الزعيم هو they were six strong brave men رجال أقوياء وشجعان strong قوي و brave شجعان they were on the island for a week while we were waiting out on the ship ظليني بهاي السر الوراسين بالجزيرة بهاي الجزيرة احنا بالسفينة بس فلينت وستة من أتباعه بالجزيرة ظلوا اسبوع وحنا بالسفينة اسبوع then فلينت came back ورا هذا الاسبوع اجا فلينت طبعا هو طب ويا الستة اللي ويا ويا الكنز ورا اسبوع اجا بقارب صغير يجذف وحده ما حدوية أكلهم then فلينت came back رجع rowing يجذف a little boat يعني زورة قارب صغير he was alone وحيد ماكو حدوية the six men were dead قتلوا ذول ماتوا والستة طبعا dead and buried ماتوا ودفنوا and buried on the island بالجزيرة he killed them all قتلهم كلهم just him هو وحده against six ضد ستة Billy Bones الرجل هذا اللي اجا قعد اول لقطة من اجا استأجار ببيت جيم هاوكنز وقعد بالفندق الصغير اللي مشقوق ويتش شبيه Billy Bones and Long John Silver ويا سلفر ابو الرجل الوحدة ذول الاثنين كانوا بمثابة الوفيسرز يعني شنو يعني المساعدين الرئيسيين اللي يجون مكانتهم ورا كابتن فلينت ثنين ابو رجل الوحدة جون سيلفر والثاني اللي هو الشخص اللي اول ظهوره بالقصة Billy Bones اللي هو صاحب اللي وجه اللي علي شقة بوجه اللي اللي اخذتها اللي منه الصندوق جيم هاوكنز كان دخل الان بيت بالفندق ما لأبو الجيم هاوكنز اجر هناك وصعد الصندوق لي فوق الصندوق ما كان بيكنز بس بي خارضة الكنز اذا تذكرون شرحته الجزء الأول أول من هاي السلسلة ما للأدب فقل لجون سلفر وير the officers كان وذوله هما بمثابة المساعدين الرئيسين and they asked him where the treasure was سئله قال لوله وين وديت الكنز but he never told them بس مق اللي لهم he continued استمر بالتجذيف ورسعد ويوم وش الأمر مجاوب أحد مقال لأي شخص وين الكنز so three years ago I was on different ship and we passed by this island ومرين يمن هذي الجزيرة جزيرة الكنز وش قدت لهم للي ويا بالسفين ميت يا رفاق I said فلين س treasure is here كنز القرصان فلين هنا بهاي الجزيرة let's land and find it تعال نرس ونجد نبحث عنا ونجد twelve days ظلين اثناعش يوم they searched يبحث ونجد and they got angrier ويصبح يومية اكثر عصبية every day يومية اكثر عصبية يضوجون ماذا يلقوا on the last day وباليوم الاخير they went back to the ship رجعوا لسافينة بن قان صح علي اش قلول بن قان they said you can stay here I'm fine you can stay here ابقى هنا and find flints gold القائها انت للذهب for yourself اخذها اليك انما مصد قوبي وحتى ابقى دور واخذ الكنز اليك تعبو then they sailed away ابحروا بعيدا and maroon me here افوني هنا هجروني well I said the hispanola out there ديش السفين hispanola out ديش هناك and now we are both here وحنا هنا but how are we going to get beach to get on board افو شون رح نصعد على السفينة شون ننطلق اه اه سيد بن اش قال اي اف السكرت اني عندي سر طبعا هذي الكلام قال هاوكنز قال الويل على كل الهسبان يولا سفينا هناك وحنا هناك شون رح نصعد فالجاوب اه ش اسمه هذا gun قال اه سيد بن بن I have a secret اني عندي سر محد يدري بي I have made a small boat اني سويت قارب صغير it's under the white rock هناك من الصخر البيض at the end of the beach نهاية الساحل we can try after dark خلي نسوي محاولة بالليل من الظلم after dark يعني من الظلم just then انقضاء حديث هم ليش سمعوا صوت مدافع we heard سمعنا a noise صوت like thunder مثل الرعد صوت قوي that's the ship's cannon cannon المدافع مدفع السفينة I said they are fighting بدأوا يتقاتلون بدأت الحرب بين من بين منه ومنه تدرون منه ومنه بين فريقين فريق الاول اللي هم الدكتور ليزي وترولوني والقبطان ما السفينة وهي فريق القراصنة طبعا هنا راح نقول لاد اللي هو a young boy تحفظون اياها or man marooned يعني شاب فتا وmarooned يعني هجران وفيه هو abandoned with no means of going home يعني ترك مكان هجرة بدون اي وسيلة للعودة هنا طلاب نتوقف نتوقف نرجع الملزمة ترجمة العربي حل تمارين تأشيرات المهمة شغلات الامتحانات يلا بما لازم كن طلابي اذا تلاحظون نفس الشي وين واصلين هذي الترجمة كلام كله بالعربي section 2 يعني تقريبا صفحة 103 103 102 103 104 ترجمة كلها كاملة باوعو اياها اجينا ورا ما قرينا هذا الكلام اللي انجليش وهي الترجمة مالته عربي رحنا على النص الطويل اللي قرينا قبل شوية هذا كل بالعربي مكتوب اخر شي سمعو صوت مدافع انهم يقاتلون they are fighting نجي على الشغل اللي خص الامتحانات اكثر شي خص الامتحانات هي هاي الصفحة شنية ناص رح يجبو لكم اياها اول شي شو السؤال الاول اختيارات مهم جدا واحد the wild man الرجل هذا المتوحش عبالك اللي هو bang on wild man asked him if he had طلب منه شنو اذا عنده شنو شنو شن جايبو اذا عنده cheese الجبنة طبعا سأله على الجبن شن عاجب جبن bang on is farang هو منه هو fisherman صياد لو هو منه لا هو one of flint's former crewmates اذا واحد من قراصنة التابعين من طاقم الكابتن flint's قديم قرصان قديم واحد منهم bang on was left on the island هجرة توريكة بهاي الجزيرة ليش شنو السبب طبعا because his fellow his fellow crewmates يعني يعني فريق القديم الزملاء القراصنة اللي شانوية we're angry at him غضبوا وضاجوا منه لأن هو قال لهم هنا الكنز وظلوا 12 يوم يدورون ومالقوا من عصبيتهم قالوا لأبقى هنا انت روح يلقى الكنز واخذ طبعا الصوت من السفينة صوت المدفع الكنون نجي على B stomach stomach مع شنو عن قرقرة بطنة من الجوع لا كان من السفينة find a word in the text that means يريد المرادفات طلاب كتبوا عليها حفظ املاء الجهتين ولو بصراحة تقولون المفروض إذا تجي يجي توصيل بس احنا نشوف أشكال أسئلة بالمدارس فلل آمان حفظ املاء الجهتين بس بصراحة بطريقة صحيحة السؤال ما يجي املاء لو يعني مدرس يريد يضع السؤال بشكل صحيح الأدب يجي توصيل يعني فهم معنى وتوصيل a piece of fabric شنو هاي قطعة قماش on a ships mast يعني شنو هاي قطعة قماش اللي على سارية السفينة لمعلقوا تمشي السفينة دائما منيرسموا سمينة يرسمون هذه قطعة قماش الطائرة هاي شنو هاي هاي السيل الشراع heavy rain مطر غزير storm عاصفة abandoned ashore يعني شنو abandoned ashore يعني marooned نوفية حبسة توريكة مهجور بدون وسيلة للعودة a big gun on a ship يعني سلاح كبير بالسفينة هذا الكانون اللي هو الكانون المدفع و hidden مختفي يعني خاتل under sand dirt يعني تحت الرمال أو تحت الأوسخ في شي متفون فهو buried متفون سؤال c now use the words from activity b أخذ كلمات من تمارين b to complete the summary أكمل الملخص التالي طلاب summary يعني ملخص القصة فهو كتب لك ملخص وقال لك أخذ كلمات من التمارين وإملال هال الفراغات جيم meets بن gun جيم جيم هاوكنز meets بن gun التقى بن gun هذا الرجل المتوحش شكلي dressed in old فراغ شلا بس كانت ملابسة من شنو سيل شراع سيل و هب من مهجور on treasure island في جزيرة الكنز 43 years للسنوات جيم asks if his boat had sunk جيم سأله إنه شنو انت غرقت سفي انتك during a storm خلال عاصفة but bang says he was left there ترك هنا by his former crewmates من قبل فريق القديم زملاء from captain flint ship جماعت من القراء سينما captain flint the warlords after they searched ورما بحثوا for flints buried treasure طبعا buried المتفون treasure كنز المتفون without success بلا فائدة ما نجحو ما حققوا success نجاح jim mentions that a few of flints men وضح انه اكو من فريق jim حيش على jim hawkins يلا اكو من بعض رجال captain flint القرصان where aboard hispanola موجودين على سفينة hispanola which scared ben هذا اللي ارعب البن but before زينهم يخاف من شي صال 3 سنين بالجزيرة but before they can speak more قبل ما يقدرون يكملون حاشيهم they hear يسمعون the sound of a cannon سمعوا صوت مدفع which meant طبعا هاي ماضي مين يقصد يعني meant the men were fighting ان الرجال بدأوا يصدق يتقاتلون السؤال دي imagine هاي كل طالب يجاوب بكيفة ترى باعوا طلا هاي النهاية كل طالب يجاوب بكيفة رأي يعني هو يعني من قلبه ما كش اسمه جواب مواحد دي يقولك هنا imagine تخيل لو انت بانغان لو انت خذت بانغان هذا الرجل المهجور and you kept a diary through the three years صالك لازة سنين عندك دا تكتب مذكراتك لازة سنين انت you have been stuck عالق انت بهاي ال island الجزيرة write an entry to the diary اكتب بداية مش تكتب بداية هاي مذكرات describing your day and how you felt about your situation شعورك بهذا الموقف الجميل طبعا كل طالبي بكيف يكتب مثلا the worst three years in my life اسوأ ثلاث سنوات بحياتي i can't forget these days ما قدر انسى هاي الايام i used to talk to the flowers اودت احتي ويا الورد ويا التrees الاشجار birds الطيور i used to eat fish اكل السمك only no fruit لا فاكه لا vegetables لا خضار the most difficult thing اصعب شي كان was the cold weather جو البغرد everything was bad كل شي كان سيء i can't believe that i am in i'm in يعني inside the house at home again اذا طلابي هذا الجزء السكشن انتهى حيث ارجمته رح نكمل ان شاء الله بالجزء القادم واتوقع يكون هو الجزء الاخير بعدني ما مخطط يعني كاسئلة امتحانات اقروا تمارين النشاط تمارين النشاط مهمة جدا وهنا ادنا شنو دولة لكا يلقوا للكنز هنا حتى حاط علي اسم سفينته كابتن فلند يلقوا يصيرون اغنياء جون سيلفر يصير غني وياخذ الكنز ماذا سيحدث رح نشوفها ان شاء الله بالدرس القادم باي باي اشتركوا في القناة